نروح مع حضراتكم دلوقتي لمجازو أهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يا منا شكرا هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن رئيس السيسي أكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم واستعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبنىها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجدة وتدليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص أكد الجيش الروسي أن الوضع الميداني في أوكرانيا متوتر بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كييف وخاصة في خرسون التي يستعد الجيش لإجلاء سكانها إثر انتكاسات في الشرق والجنوب وأضف الجيش الروسي أنه سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان من خرسون وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا مؤخرا ضمها قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن اعتمد روسيا على طائرات مسيرة لمهاجمة أهداف أوكرانية يكشف أن روسيا أفلست سياسيا وعسكريا وأضف زيلنسكي أن استخدام أسلحة غير روسية بمثابة اعتراف من موسكو بفشلها رغم إنفاق الكثير من مواردها المالية لتمويل ترسانة الدفاع في الاتحاد السوفيتي وما بعده على مدى عقود قال رئيس لجنة حدود بيلاروسيا أناتولي لابو أن دائرة الحدود البيلاروسية سجلت خلال العام الجاري أكثر من ألفين محاولة لدفع اللاجئين من بولندا ودول البلطيق إلى بيلاروسيا حتى الآن وذكر أناتولي لابو أن محاولات دفع المهاجرين إلى بيلاروسيا على الحدود الغربية تحدث يوميا مشيرا إلى حدوث نحو 1200 محاولة على الحدود البيلاروسية البولندية وحدها منذ بداية العام الجاري أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم عن قراره بسحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لدخها في السوق الأمريكية وذلك بهدف خفض أسعار المحروقات مؤكدا أن بايدن لا يستبعد سحب كمية إضافية أخرى من المخدون الاحتياطي إذا لدم الأمر أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه أطلق تلقات مدفعية كتحذير بسبب التدريبات العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء وفي وقت سابق أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة قبالة ساحلها الشرقي يفتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البورولوس بمحافظة كفر الشيخ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل